السلام عليكم وارجعنا لكم في دي جديد في الامس صارت العروض الاسبوعية وصار فيه خصومات وثلاث اضعاف الفلوس والاربي على ثلاث مودات ستوكبايل ايرفورس وتوب فون وبما ان الفلوس مضاعفة فيهم اليوم بنجرب المودات الثلاثة ونعرف طريقة اللعب والارباح اللي تقدر تكسبها خلال هذا الاسبوع ولكن قبل ما نتكلم عن الارباح لازم تعرف كيف تدخل للمودات والشغلة جدا بسيطة وما عليك لتوقف اللعبة وتدخل على ادفرسر مود اذا كنت بستوكبايل او تدخل على فرسز اذا كنت بايرفورس او توب فون من هنا نتقل لستوكبايل وطريقة المود سهلة وبسيطة وباختصار كل فريق لازم يحاول يحتفظ باكبر عدد من الدوائر قبل ما يخلص الوقت وتقدر تفوز اذا انت والفريق اللي معك جمعته كل الدوائر لكن نسبيا يعتبر هذا الشيء مستحيل لان انت والفريق اللي معك لازم تجمع 13 دائرة بنفس الوقت مع العلم انك تقدر تسرق من عند اللي ضدك ويقدر يسرقه من عندك بنفس الوقت المود حلو وممتع وعندك 7 خرايا تقريبا تقدر تجربها والشيء الحلو بالموضوع ان كل مود فيه طيارة مختلفة عن المود الثاني بكل الاحوال اذا استمر المود لاخر الوقت فتقريبا كل جيم بياخذ معك 10 دقائق وملاحظة بسيطة قبل ما ننتقل للارباح حاليا انا جالس العب على فريقين يعني فريق الاول ضد الفريق الثاني ممكن يختلف هذا الشيء عندك لان فيه اعدادات بالمود تقدر تحط اكثر من فريقين داخل القيم اما بالنسبة الارباح فمثل ما قلنا ان القيم يستمر ل 10 دقائق اذا قدرت تفوز فيه بيجيك 40 الف فلوس و 10 الاف اربي اما اذا خسرت بيجيك 20 الف فلوس و 4500 اربي بمعنى انك اذا لعبت جولتين وفزت فيهم بياخذ منك 20 دقيقة وتقدر تكسب 116 الف فلوس و 20 الف اربي من هنا نتقل لأير فورس وفي هذا المود عندنا 3 اماكن المهاجمين المدافعين والهدف وسالفت المود باختصار ان المدافعين يحمون الهدف من المهاجمين والعكس صحيح بحيث ان المهاجمين لازم يفجروا الهدف قبل ما يفصل للمكان المطلوب الشيء الحلو بهذا المود انك تقدر تجرب الاماكن الثلاثة بحيث ان كل مرة تفوز او تخسر احتمال كبير ان مكانك بيتغير من مهاجم لمدافع وممكن حتى تصير الهدف وعشان نحسب الوقت في اسوأ الحالات بنقول ان الهدف قدر يوصل للمكان المطلوب بدون محديفة جرح بمعنى ان كل جيم بياخذ منك 5 دقايق تقريبا اذا فزد بيجيك 8570 فلوس و900 اربي اما اذا خسرت بتاخذ 5000 فلوس و 676 اربي وبما ان مكانك بيتغير 3 مرات تقريبا فبعد ما تخلص 3 جولات وتكون فايز فيها بيجيك 55140 فلوس و 5852 اربي اما اذا خسرت بكل الجولات بيجيك 23570 فلوس و 4578 اربي اخيرا ننتقل لتبفن وتقريبا نفس سالفة اللي قبله لكن ما فيه هدف بالمطوع بمعنى ان مهمة الفريق الاول الوصول للمكان المحدد على الخريطة اما الفريق الثاني بيحاول يمنعهم من هذا الشيء باستخدام مركبات او طيارات حربية الشيء اللي ما عجبني بهذا المود ان المهاجمين معهم اسلحة حرارية يعني يقدر اي واحد يفجرك بسرعة كبيرة بما ان المركبة اللي معك ما تعتبر مصفحة او رياضية وكنت اتمنى لو الصواريخ كانت على الاقل عادية اما بالنسبة لتبادل الادوار فكل مرة تفوز او تخسر كل فريق بيستلم مكان الفريق الثاني واشوفها شيء كويس بما انك تقدر تجرب المود بطريقتين اخيرا بالنسبة لارباح ولنقول انك قدرت توصل للمكان المطلوب بدون محدي فجرك فتقريبا بياخذ معك كل جيم خمس دقائق اذا فزت بيجيك 8570 فلوس و900 اربي اما اذا خسرت بيجيك 5000 فلوس و676 اربي وتكملت ثلاث جولات في خلال ربع ساعة تقريبا بيجيك 36510 فلوس و2700 اربي اما اذا خسرتها كلها بيجيك 15000 فلوس و1915 اربي وبكذا صار عندك معلومات اي مود افضل واسرع في ثلاث اضعاف الفلوس والاربي هذا الاسبوع من هنا اكونوا صدر لنهاية المقطع يعطيكم العفوية على المشاهدة لا تنسى ان نمنى اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد بإذن الله